السلام عليكم مشاهدين و اهلا بكم لمعارض لاهم ما تدولت و صحف لنهار اليوم نستهل جولتنا في معرض صحفة بيومية القدس العربية التي عنونت في عددها لنهار اليوم عيد غزة لاحتفالات غائبة وترقب لصوت القصف بدل التكبيرات حيث خيمت اجواء الحرب و الضمار مشاهد الموت الحاضرة في اذهان الغزاويين على طقوس عيد الفطر كما خيمت سابقا على اجواء شهر رمضان الذي شهد مجازر دموية خطيرة اصفرت عن سقوط الالف من الشهداء وتقرؤون ايضا في عنوان اخر غزة روساوى البلدية في دائرة الاستهداف وامريكا لم تجد دليلا على الابادة وتقول اليومية ان قوات الاحتلال صعدت من هجماتها ضد مناطق عديدة في غزة حيث شن طيران والحربي سلسلة غارات دامية اصفرت عن سقوط عدد من الشهداء ورغم ذلك اكدت الولايات والمتحدة انه ليس بيدها دليل على ان اسرائيل ترتكب ابادة جماعية في القطاع كما تطالعون ايضا اسبانيا تحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين واستراليا تقول للمرة الاولى انها تدرس القضية في اشارة لها الى اعراب مزيد من المسؤولين في دول وحكومات غربية عن نيتهم البحث الجدية في الاعتراف او الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد يوم واحد من احالة مجلس الامن طلب فلسطين العضوية الكاملة في الامم المحتحدة الى اللجنة المعنية بقبول الاعضاء الجدد ننتقل بكم مشاهدين الى جريدة العربية الجديدة التي عنونت او جاء في عنوانها الرئيسي اسرائيل تسقط او تسقط الهدنة وتحدد موعد رفح اما في عنوانها الفرعية فتقرؤون حماس تدرس مقترح الصفقة وتصرح ان الموقف الاسرائيلي لم يستجب لاي من مطالبنا والمم والمتحدة تكذب امريكا واسرائيل حيث قالت ان المساعدات لم تمر عبر معبر ايريز ووزير الخارجي الفرنسي يقترح فرض عقوبات على اسرائيل كما تقرؤون في مقال اخر على نفس الجريدة تحت عنوان العيد في زمن الابادة حيث لم يسبق لعيد الفطر ان حل على فلسطيني قطاع غزة في ظروف مأساوية كالتي يعيشونها خلال حرب الابادة الاسرائيلية المتواصلة منذ اكثر من ستة اشهر نمر بكم مشاهدنا الى جريدة الاخبار اللبنانية التي كتبت مقالا تحت عنوان المانيا امام العدل الدولي عار غزة يلاحق الحلفاء ايضا وتقول الجريدة في قضية هي الثالثة من نوعها متعلقة بتطورات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بعد دعوتين رفعتهما كل من جنوب افريقيا والامانة العامة للامم المتحدة ضد كيان الاحتلال عقدت محكمة والعدل الدولية في اليومين الماضيين جلسات او جلسات المرافعة في دعوة قدمتها حكومة نيكاراكوا ضد المانيا هذه المرة وان بغياب اسرائيل على اساس ان الاخيرة ليست طرفا اصيلا في الدعوة ذلك وذلك بتهمة تسهيل ارتكاب جريمة او جريمة الابادة الجماعية في غزة على خلفية تزويد برلين تل ابيب بالاسلحة والاموال ننتقل بكم مشاهدين الى يومية الشرق الاوسط التي عنونت في اصدارها لنهار اليوم هدنة العيد اقول هدنة العيد اقول هدنة العيد تشد الانظار على ناتنياهو وحماس حيث تركزت الانظار مساء امس على الحكومة او حكومة الاحتلال وكذلك على حركة حماس التي طلبت في صفقة عرضتها الولايات المتحدة في مفاوضات القاهرة للوصول الى هدنة في غزة وتبادل جديد للمحتجزين وبينما يضغط ناتنياهو على حلفائه في الحكومة لقبول الصفقة الامريكية قالت حماس انها تدرسها علما بان عيد الفطر يتم الاحتفال به اليوم ما يعني ان قبول الصفقة قد يكون بمثابة لهدنة العيد الى جريدة القدس العربي او القبس امقول مشاهدين التي كتبت عنوانا ناتنياهو متحديا العالم سنشتاح رفح وتقرؤون في فحو المقال بينما تتزايد تصريحات صهيونية عن قرب بدء عملية برية تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال لم يتم التوصل للتقدم في مفاوضات صفقة تبادل الاصرة حذرت كل من مصر وفرنسا والاردن من اي هجوم على مدينة رفح ستكون له عواقب خطيرة وقالوا في مقال مشترك نشر في صحف عدة ان ذلك لن يؤدي الا الى المزيد من الموت والمعاناة ويهدد بتصعيد اقليمي مؤكدين ان خسائر غزة لا تطاق ويجب التنفيذ الكامل دون مزيد من التأخير لقرار مجلس الامن الاخير الذي يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار واطلاق صراحي جميع الرهائن بهذا مشاهدين نصل لنهاية معرض الصحفة لنهار اليوم شكرا على حسن المشاهدة والمتابعة الى اللقاء